وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع انحاء الجمهورية مع زيادة معدلاتها في القرى والنجوع الأكثر احتياجا أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين أن الاهتمام بصحة المواطن يمثل أولوية قصوى للدولة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع بما في ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان لتصبح مركزا عالميا متطورا لتشخيص وعلاج الأورام فضلا عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحدا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب كذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التي تقدمها في إطار مبادرات الصحة العامة حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجا مؤكدا أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة التي تعمل بأقصى جهد بالتعاون الكامل مع القطع الخاص المحلي والأجنبي على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة مع تطوير القائم ورفع كفاءته ترجمة نانسي قنقر